بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 130 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم تقدم في الحلقة الماضية الطرف من حديث الشيخ عن ما ذبح لغير الله وذكر معاقرة الأعراب وقفنا عند قوله وروا أبو بكر ابن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينهما فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في آخر الحلقة الماضية قرأنا عبارة الشيخ رحيمه الله عن معاقرة الأعراب وما ورد فيها نعم وبينا المراد بمعاقرة الأعراب وهي المفاخرة بالذبح أيهم يكونوا أكثر ذبحا للإبل وعقرا للإبل وأن ابن عباس أفتى بمنع ذلك وقال إني أخشى أن يكون مما أهل به لغير الله لأن قصد المتعاقرين ليس التقرب إلى الله وليس أكل اللحم حتى يقال هذا من المباح وإنما قصدهما بذلك المفاخرة أيهما أكثر حقرا للإبل وإتلافا لماله وهذا أمر لا يجوز لأنه كما ذكر عن ابن عباس أنه يخشى أن يكون مما أهل به لغير الله فيكون حراما أو أن هذا يكون من باب المفاخرة المنهي عنها وأمور الجاهلية المنهي عن اتباعها وإحيائها وأيضا فيه معنى ثالث نعم وهو أن هذا إتلاف للمال من غير فائدة نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وروا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال سمعت الجارود قال كان من بني رياح رجل يقال له ابن أثيل شاعر نافر أبا الفرزدقي غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافه ماء فجعل ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحملة يعني يريدون اللحم يحمل منه وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكل من لحومها فإنها أهل بها لغير الله وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين لما حصلت المباراة في ذبح الإبل بين رجلين وهذا في الإسلام هذا وقع في الإسلام بين أبي الفرزدق غالب والسحيان بن وثي والد الفرزدق الشاعر المعروف وبين رجل آخر من المسلمين تبادل المفاخرة أيهما أكثر ذبحا من الآخر فذبح هذا مئة من الإبل وهذا مئة من الإبل الناس طمعوا في اللحوم وخرجوا على الحمر وعلى البغال يريدون الحمل من هذه اللحوم فخرج علي رضي الله عنه من الكوفة على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فأعلن للناس أن هذه اللحوم حرام لأنها مما أهل بها لغير الله وهذا يوافق قول ابن عباس رضي الله عنهما الكلام الماضي أنه قال أخشى أن تكون مما أهل به لغير الله لأن كلمة ما أهل به حامة تشمل كل ما قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى أو ما سمي عليه غير اسم الله عز وجل فيدخل في هذا طعام المتباريين نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله نعم فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك نعم فالآية عامة تشمل ما صرح فيه باسم غير الله عند الذبح وما أضمر في القلب أنه لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله فإن هذين المتباريين من المسلمين نعم ولا شك أنهم سيقولون باسم الله عند الذبح ومع هذا نهى هذان الصحابيان ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن أكل هذه اللحوم لأنها داخلة في قوله تعالى وما أهل به لغير الله وما أهل به عامة لما صرح فيه باسم غير الله وما قصد به غير الله ولو لم يسمى عليه أو سمي عليه اسم الله عز وجل فإنه لا يؤكل ولا يباح نعم قالوا كذلك تفاسر التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله نعم فيدخل ما سبق وما ذبح على النصب أنه داخل في قوله تعالى وما أهل به لغير الله نعم وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها نعم سبق أن أنه كان على الكعبة المشرحة ثلاثمائة وستون صنم وكانوا يذبحون لها وتقربون إليها بالذبايح ويشركون بالله عز وجل وانظر إلى فعل المشركين إذا استولوا على مساجد الله ماذا يحدثون فيها من الشرك وما يحدثون فيها من دفن الأموات وإقامة الأضرحة تشبها باليهود والنصارى الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد لأن هذا من وسائل الشرك ومن التشبه باليهود والنصارى فلما استولى المشركون على شؤون مكة وعلى المسجد الحرام جعلوا على الكعبة المشرفة التي هي بيت التوحيد وبيت العبادة لله عز وجل التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده وصبر على البلاء العظيم في سبيل ذلك جعلوا أصنامهم على الكعبة المشرفة هذا من باب هذا من باب المحادة لله سبحانه وتعالى فهذا يدل على ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا لأن المسجد الحرام دار التوحيد ومكان التوحيد ومنبعث التوحيد إلى المشرق والمغرب والله جل وعلا أمر خليله إبراهيم وأمر خليله محمد صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود أن يطهره من ماذا من الشركة والشيء نعم ومن الأنجاس الحسية فيجب أن يطهر البيت الحرام فالمشركون استغلوا سلطتهم فبسطوا هذه الأصنام على بيت التوحيد وهو الكعبة المشرفة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كسرها وأحرقها وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيجب على المسلمين أن يحطموا هذه الأصنام وأن يهدموا هذه هذه الأضرحة وهذه البنايات على القبور لأجل أن يخلصوا المسلمين من هذا الشرك الذي بعثت الأنبياء لإنكاره ومجاهدة أهله حتى يكون الدين كله لله كما قال الله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وغرض الشيخ الآن أن يفسر الأنصاب وأن المراد بها هذه الأصنام وهذه الصخور أو هذه الحجارة التي كانت تجعل على الكعبة وحول الكعبة في الجاهلية وأنهم كانوا يذبحون عليها أو لها تقربون إلى غير الله سبحانه وتعالى نعم حسنا الله إليكم قال رحمه الله وروا بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله نعم هذا كله يؤكد ما سبق وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك نعم هذا على المعنى الثاني أن ما ذبح على النصب أي لأجل النصب فيكون الذبح لها تقربا إليها وعلى الوجه الأول أن هذه النصب لا يذبح لها وإنما يذبح عليها للأصنام فتكون محلا للذبح لغير الله عز وجل ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا يجوز أكل اللحم الذي يذبح فيه الذي يذبح في هذا المكان نعم وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها نعم يعني يرفعون أصواتهم عند الذبح بها نعم فإن قيل قد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما يقصده صاحب الشاه فتصير نية صاحب الشاه لا أثر لها والذبح هو المؤثر في الذبح نعم هذه مسألة سؤل عنها الإمام أحمد رحمه الله وهو أن المسلم إذا ذبح نيابة عن المشركين المشركون يقصدون الذبح لغير الله نعم ووكلوا مسلما يذبحها أن الإمام أحمد أفتع بحلها نظرا إلى الذابح وليس نظرا إلى الموكل لأن الذابح مسلم وهو لا يمكن أن ينوي غير الله ولا أن يسمي غير الله هذا وجه هذه الرواية أو هذه الفتوى إن ثبتت عن الإمام أحمد أما لو كان يذبحها لغير الله فإنها حرام ولو ذبحها مسلم ويرتد بذلك عن دين الإسلام نعم قال إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصده ضد ما قصده صاحب الشه والعبرة بالذابح يعني الموكل لا بالموكل بل بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح نعم اعتبارا بالذابح فالمسلم نيته لله ولكن وكل كتابيا والكتاب تحل ذكاته وكل كتابيا ولكن هذا الكتاب ذبحها باسم المسيح مثلا ذبحها باسم المسيح هذه حرام لأنها داخلة في قوله وما أهل به لغير الله فلم يعتبر الموكل هنا وإنما اعتبر الذابح نعم ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة كون المسلم يباشر الذبح بنفسه ولا يوكل هذا أفضل لأن الذبح عبادة لله عز وجل فيباشر العبادة بنفسه ويجوز أن يوكل غيره وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينحر بقية هديه فالتوكيل جائز ولكن كونه هو يباشر الذبح ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم فنحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة ووكل علي في نحر الباقي فكون المسلم يباشر العبادة بنفسها فضل من كونه يوكل مسلما المسلم لا شك فيه أنه يسمي الله جل وعلا ولا يسمي غيره وأما الكتاب يجوز توكيله أيضا لكن يخشى أنه يذبح باسم المسيح أو باسم معبوده فلذلك يكره توكيل الكتاب خشية من أن يخرج بالذبيحة عن الوجه المشروع نعم السلام عليكم قال لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفريقة اللحم فإنه عبادة مالية الذبح النسك الذبح النسك كالضاحي والهدي والعقيقة هذا عبادة بدنية وعبادة مالية فعملية الذبح عبادة بدنية ينبغي للمسلم أن يباشرها بنفسه وأما تفريق اللحم فهو عبادة مالية عبادة مالية فيتوسع في التوكيل فيها نعم قال ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها نعم كل هد أو طعام فلمساكين الحرم هكذا يقول فقهاءنا في الفدية إذا كانت الفدية ذبيحة أو طعاما فإنه يكون لمساكين الحرم وأما إذا كان صياما كانت الفدية صياما ففي أي مكان لأن أهل الحرم القاطنين فيه والبادين إليه أحق من غيرهم ممن هم خارج الحرم ولهذا قال جل وعلا هديا بالغ الكعبة نعم قال وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة نعم فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل نعم على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة أنه إذا ذبح الكتاب لغير الله ووكل مسلما أن الذبيحة تحل نظرا للذابح وهو المسلم فيها احتمال هذه الفتوى ولكن خرجها الشيخ على ما سبق أن الذابح مسلم والمسلم لا يتوقع منها أن يسمي غير الله سبحانه وتعالى فيكون العبرة بالذابح لا بالموكل نعم قوله محتمل العدم الثبوت نعم محتملها محتملت المعنى يعني والثبوت كذلك نعم قال رحمه الله فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم رحمه الله ما أجله وأنصحه للأمة رحمه الله فإنه قد أفاض في هذه المسألة وهي تفسير قوله وما أهل به لغير الله وفاض في الذبائح ما يحل منها وما يحرم نعم فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وكل هذا الاستطراد جره ما يذبح في أعياد الكفار هل يوكل هل يأكل منه المسلم أو لا يأكل ثم استطرد إلى الذبح لما أهل به لغير الله نعم قال فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف فيها نعم المسلم إذا كان من عادته أنه يصوم عادته أنه يصوم هأيام معينة أو شهورا معينة فإنه يستمر على صيامه ولو صادف هذا يوما من أعياد الكفار لأنه لم يقصد ذلك وإنما قصد الاستمرار في صومه أما من خصص أعياد الكفار بالصوم كيوم السبت يوم الأحد يوم السبت لليهود يوم الأحد للنصارى النيروز والمهرجان للفرس والنيروز هو أول يوم من فصل الربيع والمهرجان أول يوم من فصل الخريف هذه عياد الفرس فلو قصد صوم هذه الأيام وحدها يقصد بذلك مخالفة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب ينبسطون في هذه الأيام ويذبحون ويأكلون ويشربون فالمسلم يقول أنا أخالفهم فأصوم هل يجوز هذا أو لا يجوز قال قد اختلف فيها لأنجلي أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا هل المخالفة تقتضي الصوم لأنهم يأكلون ويشربون فيها فالمسلم يخالفهم أو المخالفة تحصل بغير الصوم من الأمور الأخلى هذا ما سيبحثه الشيخ رحمه الله نعم قال فنذكر صوم يوم السبت أول وذلك أنه رواى ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلامي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما فتورد عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن نعم فهذا فيه النهي عن صوم يوم السبت عن صوم يوم السبت لأنه عيد اليهود وفي صومه تعظيم له لأن الصوم عبادة فإذا خصصتها بهذا اليوم فكأنك عظمت هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ثلاثة أيام من كل شهر ستة أيام من شوال صوم شهر الله المحرم أو صوم العاشر ويوم قبله أو يوم بعده فهذا لتعظيم هذه الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة فالصوم فيه تعظيم لليوم نعم فإذا صام يوم السبت فكأنه عظم عيد اليهود فمن هذه الناحية ينهى عن الصوم نعم قال التربذي حريث حسن وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد عبد الله بن بسر ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة نعم فهذا الحديث قوي بمجموعة طرقه وهو النهي عن صوم يوم السبت نعم وقد اختلف الأصحاب وسائر علماء فيه قال أبو بكر الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال أما صيام يوم السبت يتفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر ثور بن يزيد يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم نعم هذا نهي صريح نعم قال أبو عبد الله وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبا يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم نعم كان يختق التحديث بهذا الحديث ولكن الإمام أحمد رواه عن غيره عن غيره نعم فما باليحيى بن سعيد يتقيه كأنه كأنه والله أعلم لم يثبت عنده الحديث نعم قال الأثر محجة أبي عبد الله في الرخصة في يوم السبت في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصوم غدا فالغد هو يوم السبت نعم بينما جاءت حديث تعارض الحديث بن بسر الذي ينهى عن صوم يوم السبت وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد وهما عيدان لأهل الكتاب ولما رأى إحدى نسائه صايمة يوم الجمعة قال أصمت يوما قبله قالت لا فنهاها عن صوم عن إفراد الجمعة فلهذا يحرم صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين واجتماع لصلاة الجمعة فهو مثل يوم عرفه للواقفين بها ينبغي للمسلم أن يكون نشيطا للعبادة في هذا اليوم فلا يصوم وصح النهي عن صومه عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان مفردا أما إذا كان قبله يوم وبعده يوم فإنه يكون تبعا ولباس بالتبع فيتسامح في التبعية ما لا يتسامح في الإفراد وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده فاليوم الذي بعده هو يوم السبت وكونه يوم الذي بعده هو يوم السبت فدل على جواز صوم يوم السبت ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت نعم يدخل فيه يوم السبت لكن هذا يقال في الذي له صيام المستمر في الشهر أو في الأسبوع فيدخل فيه يوم السبت نعم ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت كذلك هذا يكون تبعا والكلام على الإفراد الآن نعم وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت وهذا أيضا يكون تابعا ولا يكون مفردا يعني ما يعارض به النهي نعم وآمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير نعم ولكن هذا كله يقال أنه تابع وليس مفردا إذن نقف بين هذه النصوص في النهي عن إفراد يوم السبت وتفصيل الخلاف في ذلك إذا كان تبعا أو مفردا وفي ختام هذه الحلقة نشكر صاحب الفضيل الشيخنا الكريم الشيخ صالح من فوزان الفوزان في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ونشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبدالله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته